أمر السلطان محمد للفاتح ببناء أحد الجوامع في مدينة اسطنبول وكلف أحد المعماريين الروم بالإشراف على بناء هذا الجامع إذ كان هذا الرومي معمارياً بارعاً الجامع فخم وحدد هذا الارتفاع لهذا المعماري بالأرقام وكان من بين أوامر السلطان أن تكون أعمدة هذا الجامع من المرمر وأن تكون مرتفعة ولسبب من الأسباب أمر هذا المعماري الرومي بقص هذه الأعمدة وتقصير طولها دون أن يخبر السلطان أو يستشيره في ذلك وعندما سمع السلطان بذلك غضب غضباً شديداً إذ أن هذه الأعمدة التي جلبت من مكان بعيد لم تعد ذات فائدة في نظره وفي ثورة غضبه هذه أمر بقطع يد هذا المعماري ومع أنه ندم على ذلك إلا أنه كان ندماً بعد فوات الأوان لم يسكت المعماري عن الظلم الذي لحقه بل ذهب إلى قاضي إسطنبول الشيخ خضر جلبي الذي كان صيط عدالته قذاع وانتشر في جميع أنحاء الإمبراطورية واشتكى إليه ما لحقه من ظلم من قبل السلطان محمد الفاتح لم يتردد القاضي في قبول هذه الشكوى بل أرسل على الفور رسولاً إلى السلطان يستدعيه للمثول أمامه في المحكمة لوجود شكوى ضده من أحد الرعاية لم يتردد السلطان محمد الفاتح كذلك في قبول دعوة القاضي فالحق والعدل يجب أن يكون فوق كل سلطان وفي اليوم المحدد حضر السلطان إلى المحكمة وتوجه للجلوس على المقعد فقال له القاضي لا يجوز لك الجلوس يا سيدي بل عليك الوقوف بجانب خصمك وقف السلطان محمد الفاتح بجانب خصمه الرومي الذي شرح مظلمته للقاضي وعندما جاء دور السلطان في الكلام أيد ما قاله المعماري الرومي وبعد انتهاء كلامه وقف ينتظر حكم القاضي الذي فكر برهة ثم توجه إليه قائلاً وفقاً للأوامر الشرعية يجب قطع يدك أيها السلطان قصاصاً ذهل المعماري الرومي وارتجف دهشة من هذا الحكم الذي نطق به القاضي والذي ما كان يدور بخلده أو بخياله لا من قريب ولا من بعيد لقد كان أقصى من يتوقعه أن يحكم له القاضي بتعويض مالي أما أن يحكم له القاضي بقضع يد السلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية الذي كان الدول أوروبا كلها ترتجف منه رعباً فقد كان أمراً وراء الخيال وبصوت هامس وبعبارات متعثرة قال الرومي للقاضي أنا أتنازل عن دعواي كل ما أرجوه منك يا سيد القاضي هو الحكم لي بتعويض مالي فقط لأن قطع يد السلطان لن يفيدني شيئاً فحكم له القاضي بعشر قطع نقدية لكل يوم طوال حياته تعويضاً له عن الضرر البالغ الذي لحق به ولكن السلطان محمد الفاتح قرر أن يعطيه عشرين قطعة كل يوم تعبيراً عن فرحه لخلاصه من حكم القصاص وتعبيراً عن ندمه كذلك ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليماً حكيماً طلب خليفة المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أهل حمص أن يقوم بكتابة أسماء الفقراء والمحتاجين ليقدم لهم نصيبهم من بيت مال المسلمين وعندما وردت قائمة بأسماء الفقراء وجد سيدنا عمر اسم سعيد بن عامر حاكم حمص موجوداً في هذه القائمة فقال عمر ومن سعيد بن عامر فقالوا أميرنا فقال عمر في دهشة أميركم فقير قالوا نعم والله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار فبكى عمر ثم أرسل إليه صرة بها ألف دينار ليستعين بها على قضاء حاجاته فلما جاء الوفد لسعيد بصرة الدنانير أخذ يبعدها عنه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون فهبت زوجته مذعورة وقالت ما شأنك يا سعيد أمات أمير المؤمنين قال بل أعظم من ذلك لقد دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي وحلت الفتنة في بيتي قالت زوجته تخلص منها وهي لا تدري من أمر الدنانير شيئا قال سعيد وتعينينني على ذلك قالت نعم فأخذ الدنانير وجعلها في صرر ثم وزعها على فقراء المسلمين وعندما أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديار الشام يتفقد أحوالها ونزل بحمص وسأل أهلها كيف وجدتم أميركم سعيد بن عامر فأخبروه أن سعيد بن عامر لا يروه ليلا أبدا وعندما سأله سيدنا عمر عن السبب فأخبره سعيد بن عامر أنه يحتجب عنهم ليلى لأنه قد خصص وقت النهار لقضاء حوائج أهل حمص وخصص الليل لعبادة الله عز وجل فبكى أمير المؤمنين وأعطاه من بيت المال ما يكفيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أفر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما في موقعة ذات السلاسل خرج هرمز قائد الفرس من بين صفوف جيشه وهو على فرسه وطلب المبارزة وصرخ أين خالد فخرج خالد بن الوليد على فرسه لمنازلته واقترب خالد من هرمز كثيرا وكان الاثنان أقرب إلى جيش الفرس من جيش المسلمين ثم نزل هرمز من على فرسه وأعطى إشارة لخالد بأن قاتلني على الأرض إن كنت بطلا فقبل خالد تحديه وبدأ الجيشان يراقبان هذا الوضع بكل توتر فقائد المسلمين يقاتل قائد الفرس وهما يمشيان وليس هناك مجال للهرب وهذا يعني موت أحدهما وقبل بداية المبارزة كان هرمز قد جهز خمسة من فرسانه الأقوياء للغدر بخالد ومع تلاحم سيفي القائدين أعطى هرمز الإشارة لفرسانه فقاموا بالهجوم على خالد لقتله فانتبه للأمر وأدرك أن الموت قد اقترب منه لأن المسلمين بعيدون عنه وسيصل فرسان هرمز قبلهم ولا يستطيع أن يواجه هرمز وفرسانه الخمسة بمفرده عندها شاهد خالد الموت بعينيه وبعين ثاقبة استطاع القعقاع بن عمر مشاهدة فرسان هرمز في بداية تحركهم فانطلق كالسهم بفرسه دون أن يخبر أحدا من المسلمين عسى أن يدرك خالدا وينقذه وبالفعل ما كاد خالد يدافع قليلا عن نفسه إلا ووصل القعقاع وقتل الفارس الأول ولم يمهل الثاني طويلا حتى قتله وعندها وصل فوج من المسلمين وأصبحت هناك مجموعة من المبارزات الفردية وتلاحم خالد رضي الله عنه مع هرمز وبعد لحظات قليلة نهض خالد واقفا على قدميه وفي يده سيفه المغطى بدماء قائد الفرس مع مقتل هرمز أصيب الفرس بصدمة ولم يمهلهم سيف الله المسلول حتى يفيقوا من صدمتهم حيث أمر جيشه بالهجوم العام على جيش الفرس ولم يستطع الفرس الصمود طويلا بسبب غياب القائد وغياب التنظيم فتبعثرت صفوفهم واخترق المسلمون جيشهم وقتلوا فيهم قتلا عظيما واستطاع المسلمون الانتصار في هذه المعركة بقيادة أكفأ قائد عسكري في التاريخ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع وإن أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما